ماذا عن سوق الدهب حاليا لنبقالنا فترة بنسمعش حاجة عن الدهب كان الاول كل يوم لازم نتكلم عن الدهب طلع نزل زاد كام عمل ايه الوضع حاليا الدهب حاليا الاسعار مستقرة جدا جدا يعني ما بتتخطاش تفاوت الارتفاع ونزول اكتر من خمسة جنيه يومين في حين ان احنا كنا بنرتفع في اليوم الواحد اكتر من مية جنيه ومية وخمسين جنيه وكانت توجد ارتفاعات غير مبررة اما للوقت الاسعار جيدة واسعار ليست بعيدة على الاسعار العالمية وقرام الواحد وعشرين اصبح حوالي ثلاثة الاف ومية والجنيه حوالي خمسة وعشرين الف ومية طيب في اقبال الام دي اه طبعا المصريين بيقبلوا بقوة على شراء الدهب والدليل حتى السنديق الدهب الدهب اللي تكلم عليها دولة رئيس الوزراء اليوم اللي بتقول اكتر من مية وتمانية الف اشتروا اشتركوا في سنة دي الدهب الاسمارية لان طبعا هم المصريين عارفين ان الدهب هو مغزن قيمة جيد وبالاضافة ان قمسه على مدى الزمن متزايدة يعني انت لو بصيت الدهب السنة دي والسنة اللي فاتت واللي قابليها بتلاقي ان الكيرب تصعودي وبفروق كبيرة جدا فعشان كده بنجل ان السنة دي دي نجحت ونجحت بدرجة كبيرة جدا اللي هو اولا صندوق ايزاد شركة ازمت وشركة بوليتون افيرل للسبايك واشتركوا اكتر من مية وتمانية الف تهزيش طنون دكتور ناجي دلوقتي الاخبال العادي دهب ولا مازال برضو السبايك وجنهاته وكده لا الاتنين 50% 50% مازال 50% 50% والشعب المصري بيقبل بقوة ولكن طبعا زي ما اتكلمت مع معاليج قبل كده وجود الاواية الاستثمارية النجاحة بنسب صوايج جيدة تحب الجزء كبير من السيولة المتوجهة للسوق الدهب وده نقدر نقول احدى استوازن اخر في السوق وكنا نتمنى في الفترة القادمة تجديد مبادرة سيرو جمارك التي افادت مصر بدخول حوالي اكتر من 4 و3 من 10 طن سبايك وعملات زهبية في حين يعني احنا لو بصنا عملنا قمتهم اكتر بكتير اول من الجمارك اللي هتتفرد على دخولهم يعني احنا لازم نبص لا 4 و3 من 10 طن اه 4 و3 من 10 طن يعادل كام بالدولار يعادله كتير يعادله يعني عند حضرتك الوقية الانصة 31 و10 ب2320 اشتركوا في القناة